ما قطم قط السعر من التجين مع أنه لا يكون فيه تطبهم بالعباد الذي أراه أن هذا العجوز لأنه لا داعي له وتجين إنما يكون لدقاء الشعب لهذا قطم ما لا يرى أي صاحب هذه العادة من التشبه في الكافرات وغير المسلمات لأنه ما عرف هذا القط إلا من طريقة الكفار أو نساء الكفار أما نساء المسلمين فكان المعروف كان الاحتفاظ بشعورهن وتجمل بها وإفلاحها وهذا هو المعروف أما قط الشعر من باب التخصيص أو العباد كون المرأة مثلا تحتاج إلى قطه لمدينة تخصصه ولكونها لا تقلق إفلاحه لفقرها فلا بس بذلك فما فعلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته نحن جزائكم الله وخيرا وعحمة إليكم